وقد قلنا في الحلقات السابقة أننا نحتاج إلى شهود لما نقوله من وقاع تاريخية في العصر الأموي والعصر العباسي والفضاءات السياسية التي خلقت واقعا عندما اندثرت المعالم الحقيقية للشورى وما ترتب عليه من ظهور معتقدات ومن ثم مدارس فقهية في ظل فضاء السياسي جعلهم يبتعدون عن القضايا الكبرى مثل الحريات والعدل والمعاني العظيمة لقيمة الشورى وكيف تحولوا من الكليات إلى الجزئيات فجئنا بالشاهد الأول وهم المعتزلة وجئنا بالشاهد الثاني وهو الإمام الجليل أبا حنيفة وجئنا بالشاهد الثالث وهو الإمام العظيم مالك الإمام مالك نأتي الآن إلى الشاهد الرابع وهو الإمام الشافعي الإمام الشافعي ولد في السنة المئة والخمسون من الهجرة وتوفي سنة مئتين وخمسين للهجرة أي أن عمره ما يقارب إلى الأربعة والخمسين سنة فقط ولد الإمام الشافعي ومعه تهمته أنه من أهل البيت نعم كان تهمته تهم بالتشيع لذلك يقول في بيت شعري مشهور بقوله إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي أي أنه كان متهما بالتشيع لكنه بسبب ذكائه وفطنته لم يتدخل في السياسة فولي أمر في اليمن لقوته العلمية وبقي فيها لكن كان هناك والي ظالم وكان الشافعي ينصحه وينهاه فأخذ الوالي يكيد له بالدس والوشاية وكان في ذلك الزمان الحكم للعباسين الذين كانوا يعادون خصومهم العلويين وكما قلنا في الحلقات السابقة أن العلويون هم من آل البيت بل هم الأقرب من العباسين إلى رسول الله بحكم انتسابه إلى الإمام علي ومدى قرب الإمام علي من النبي العظيم ولكن العباسيون عندما سيطروا على الحكم وكان حجاجهم كونهم هم الأقرب من حيث النسب والوراثة وأن العم أي العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأقرب من ابن العم أي الإمام علي لذلك فأي دعوة علوية كان العباسيون يحسبون لها ألف حساب وكانوا يقومون بقمعها ويقتلون حتى على الشبهة ودليلهم كان على ذلك هو أن قتل بريء يستقيم به الأمر لهم أولى من ترك متهم يجوز أن يفسد الأمن عليهم كلام خطير ما زلنا نعاني منها قتل بريء يستقيم به الأمر لهم أولى من ترك متهم قد يفسد عليهم الأمن لذلك كان التهم الملفقة بالإمام الشافعي أنه مع العلويين فأرسل مع نفر بهذه التهم إلى بغداد ليدرب عنقه تصوروا معي إخوة العزاء الآن هذا الإمام الثالث سيأول أمره إلى أن يؤتى إلى بغداد ليدرب عنقه فلما أوتي به تشفع له بعض أهل العلم وكان حجته العلمية واسلوبه القوي جعل منهم أن يعفوا عنه الإمام الشافعي كان قد تظلع في فقه الإمام مالك وكان من تلامذته بل كان أحد كبار تلامذة الإمام مالك وهكذا كان يعرفه المالكية في عصره بل قد حفظ الموطأ كاملا وهو في صغره وعند ذهابه إلى العراق وبقي فيها تظلع في فقه الأحناف أي فقه الإمام أبو حنيفة ثم ولد فقهه الخاص فلما وجد البيئة أي في العراق مضطربة قرر الهجرة إلى مصر تروي قصة طريفة عنه أنه عندما كان في طريقه إلى مصر وجد أحدا عائدا من مصر قال له الإمام الشافعي كيف تركت مصر؟ قال تركتها بين مالك متعصب وحنفي متعصب فقاله الإمام الشافعي والله لآتينهم بفقه ينسيهم فقه الإمام مالك وأبو حنيفة كان واثقا مما كان عنده من بضاعة فلما وصل إلى مصر ذهب إلى المسجد وهو يصور نفسه في أبيات مشهورة كما تحدث عن نفسه وهو يقول في هذا البيت الشعري علي ثياب لو يباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثر وفيهن نفس أي في ذلك الملابس وفيهن نفس لو تقاص ببعضها نفوس نفوس الورى كانت أجل وأكبر يصف نفسه عندما وصل إلى مصر فلما جرس للحديث مع الناس الناس كانوا لا يعرفونه فاستقبله المالكية على أنه إمام من المدرسة المالكية فقدموه وعانوه كما يحصل الآن في الحركات الحالية عندما يكون أحد من جماعته فيستقبلونه ويقدرونه وأحاطوا في الرعاية وأصبح هو المقدم بينهم في سره وإعلانه لكنه أي الإمام الشافع عندما بدأ يفتي ويجتمع إليه الناس تبين أنه لا يأخذ من إفتائه برأي الإمام مالك بل له رأيه الخاص فغضبوا منه ودخلوا معه في نزاع واشتكوا عند الوالي فقال الوالي آتوني به فاجتمع الوالي مع بعض كبار العلماء فلما أتى به وجدوه بحرا في العلم هو كان بحرا في اللغة العربية وبحرا في فق الإمام مالك وبحرا في فق الإمام أبو حنيفة وله رأيه الخاص في المسائل فقالوا هذا بحر من العلم فعادوه إلى المسجد ولكن وكما قيل أن هذا القرار لم يرضي ضمائر بعض المتعصبين فانتظر أحدهم وفي يده عصى غليطة خارج المسجد وهو في المسجد عند طلابه ليتلمذهم ويعلمهم ويفقههم حتى إذا خرج الطلاب من عنده دخل عليه وضربه ضربا عنيفا على رأسه مات على أثره بأيام ها نحن أمام مشكلة أخرى وهو التعصب أي نحن لا نناقش في ظلال الود ولا نختلف في ظلال المحبة بل أول ما نختلف نبدأ قضايانا بالمخاشنة اللفظية ثم يأتي دور المخاشنة الجسدية أن يجب أن لا يبقى حيا لأنه يعد عاملا خطيرا حسب مفهومهم الفقهي أو الايدولوجي أي لم يتولت فضاء التسامح الذي بشر بها الديانة الإسلامية حتى في الفضاء الديني الضيغ لم يتولت هذا التسامح بالقبول بالرأي والرأي الآخر فما بالك بغير ذلك وأدنى من ذلك مات الإمام الشافعي وهو في الخمسينيات من عمره أي أنه كان شابا صغيرا في السن وماتت عقلية جبارة نحن نشهد أيضا تخلق الفقه الأولي في المدارس الفقهية المشهورة في العالم الإسلامي وتحت أي ظروف نشأت وما الذي كان يحكم فيما يكتب في كتاب الفقه وكيف ينظم نأتي الآن إلى الشاهد الخامس وهو الإمام الجليل الإمام أحمد الإمام أحمد ولد في سنة المئة والرابعة والستين من الهجرة وتوفي في سنة المائتين والواحد والأروعين من الهجرة وهو الإمام الجليل الذي جاء في عصر وقد كثرت الفتن وانتشرت هذه الفتن والذاكية التاريخية الإسلامية مشحونة بهذا المسلسل كيف يقوم الإمام أحمد بإغلاق القوس ونحن نسمي بالإمام أحمد الذي أغلق القوس على محاولة منازعة السلطان يعني كما يقول ابن خلدون كان السيف مذهبا عند السلب ثم تغير أي تحول إلى نصوص ومن ثم هذه النصوص سوف تقدس وسوف ينظر إليها أنه دين الله التغير كان يمكن أن يحل هذه الإشكالية بأن تقول أنه ليس هناك مصلحة للخروج على الإمام لأنه تم الخروج بشكل كذا وكذا وكذا وتقوم بسرد النقاط التي أدت إلى الخروج وما آلت إليه أمور وبالتالي يقال لأمة أنظروا ماذا حدث في التاريخ الإسلامي لذلك علينا أن ننظم الآن ونقوم بحفظ بيضة الإسلام للخروج من التشاحن والتقاتل وما آلت إليه إلى الفتن والتشتت هذا كان ممكن أن يكون مخرجا تاريخيا مرتبطا بزمن معين لكن أن يحمل المصلحة بحمولة دينية فحينئذ تقوم بإغلاق القوس على أن المصلحة في حد ذاتها أصبح دينا فعندما ننظر إلى النص المشهور للإمام أحمد سنكتشف أن الذي حدث والذي سنظل بعد ذلك نضيف إلى أعبائنا أعباء في عمليات تحولات السياسية وكيفية المخرج من هذه النصوص التي أصبحت مقدسة في ذاتها وأصبح على عاتق الأمة أن تقوم بالخروج من هذه النصوص فلننظر إلى الإمام أحمد في هذا النص وماذا يقول يقول الإمام أحمد وهذا ما نعاني منه الآن من خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس قد اجتمعوا عليه وأقروا بالخلافة بأي وجه كان انظروا إلى القول بأي وجه كان بالرضى أو الغلبة بالرضى أي سواء كان برضى الشعب أو كان كواقع كهو الغالب فقد شق هذا الخارج أي الخارج عن إمرة الخلافة فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مات الخارج مات ميتة جاهلية هناك سؤال كبير جدا هذا الموضوع هل هو منصرم لمن سيأتي بعد هذا القرار أي ما قرره الإمام أحمد أو ينطبق على الأجيال الذين قضوا في القرون الأولى مشكلة كبيرة يعني إذا كان كل هؤلاء الذين مضوا في الرعي الأول والسابقين الذين خرجوا على الإمام كلهم ينطبق عليهم أنهم خالفوا الآثار النبوية وأنهم ماتوا ميتة جاهلية يعني هذه كارثة كم عدت هؤلاء الذين اشتبكوا في الصراع السياسي وخرجوا على الإمام الممكن هذه أعدادهم لا حصر لها وكلهم خيار الصحابة وخيار التابعين من أهل مكة وأهل المدينة لكن كما قلنا تلبست المصلحة بلبوس ديني فأصبح الإنسان الآن مخالف للآثار النبوية وإن مات ماتتا ميتة جاهلية طبعا معنى أن يموت ميتة جاهلية أي أنه مات على الكفر ولا حول ولا قوة إلا بالله كلام خطير جدا إذن يجب أن نرى حلا لهذه الإشكالية أن يلبس المصلحة لباسا دينيا ونعاني من آثار هذه الكلمات ونعاني من هذه النصوص ما نعانيه ولنعيد نص الإمام أحمد ماذا يقول من خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس قد اجتمعوا عليه وأقروا بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو الغلبة فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مات الخارج مات ميتة جاهلية قلنا في البداية أنه كان يمكن أن يلبس ما أقره الإمام أحمد لدرء مفسدة وجلب مصلحة وليجاد مخرج تاريخي مرتبط بزمن معين لكي يحفظ بيضة الإسلام ولكن أن يبقى هذا النص لغاية الآن ويتعامل معها على أنه دين فهذه هي الكارثة ولننظر إلى النص الثاني للإمام أحمد يقول الإمام أحمد لا يحل قتل السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر أي يمكن أن يكون أمير المؤمنين فاجرا للبر والفاجر ومن ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه ورضوا به ومن غلبهم بالسيف أي يمكنك أن تغلب مناوئك بالسيف وتصبح أمير المؤمنين حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وهذا القول أيضا للثوري والمديني قبله والأشعري والطحاوي وابن أبي العز أي بمعنى يمكن لأمير الفاجري أن يكون أمير المؤمنين وله نفس صلاحيات الآخرين مشكلة كبرى طبعا توابع هذا العمل أن الخارج على الخليفة هو سيموت ميتة جاهلية وهو مخالف للآثار ومبتدع وضال إلى أن يتغلب عليه أحد ما فلما يتغلب عليه ويولي أمر المسلمين يسمى حين ذلك أمير المؤمن ويكتسب الحصان ويدعو له على المنابر أمر عجيب جدا لكن هذا كله لم يتم الانتباه إليه أنه كيف ستخلق العقل المسلم بعد ذلك في المستقبل في عمليات متناقضة في الرد والأخذ لكن كما قلنا أن اللحظة التاريخية كانت تبدو ضاخذة جدا حيث كانت الدماء تسيل وأفضل سلاح سيستخدم لوقف هذه الفتن والدماء هو سلاح الدين في حسم الموضوع ولم يراعي المستقبل وما سيؤول إليه فنحن نعاني من هذه النصوص للتجديد والتغير حتى الآن في شرقنا طبعا انتشر هذا القول فهو قول فهو قول الثوري والمديني قبله والأشعري والطحاوي وابن أبي العز وقد لخصه القاضي عياض في هذه الكلمات أنه رأي جمهور السنة والفقهاء والمحدثين والمتكلمين أن الإمام لا يعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك بل يجب وعظه وتخويفه وعظه وتخويفه فقط لا غير الآن الفضاء العام والإمام أحمد له مكانته الذي لم يضارعه فيها أحد بسبب علمه وتقواه وورعه وهذا الكلام سينتشر في العقل المسلم ويصبح لغة سائدة حتى الآن الآن الإمام فسق ظلم أطل الحدود أطل الحقوق كل ما تستطيع فعله للإمام هو فقط وعظه وتخويفه والبعض يقول لا يجوز ذلك علن بل يجب أن تكون تعرف هذا الأمير وتزوره سرا وتنصحه لذلك يسميه المجددون بمذهب الإمام أحمد بإغلاق القوس على مشهد من المشاهد في لحظة من اللحظات التاريخية المعينة وأصبح خطابا متداولا حتى الآن وأصبح له المؤيدين والناس الذين يتبنونه ويدافعون عنه على أنه من الشرع ولا يجوز الخروج عنه طبعا كما قلنا إذا كان كلام الإمام أحمد صحيحا فمعنى ذلك أن ما حدث في القرون الأولى من الصحابة الذين واجهوا النظام السياسي المستدرب والدماء التي السالت يتم خروجهم على الإسلام بمعنى هذا الكلام كارثي حقيقة والكارثة الأكبر عندما تمنع وتحرم الأجيال اللاحقة من التحرر والأنكم ذلك كلها باسم الدين لذلك علينا التجديد فعلا وآنا أوان التجديد فهؤلاء شهداء واقع زمني وبينا كيف تم تشكيل فقههم ومذاهبهم في هذا الفضاء الذي كان يسود نظرتهم للقضايا الكبرى والنظام السياسي الذي تشكل في ظل هذا النظام السياسي المستتب هذا الفقه وكيف انحنى لذلك علينا أن ندرس ما هي الخلاصة العميقة التي حصلت عليها في عصرنا أي الخلاصات جراء كل هذا الوعي وتأثيراته العميقة على وعي العقل المسلم وهذا ما سنبينه في الحلقات القادمة ونستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة